لبنان على النار هذا ما قاله رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري واصفا وضع بلاده بالويل في ظل الفراغ السياسية مؤكدا أن هذا الفراغ قد يتحمل بضعة أسابيع وليس شهرا لافتا إلى أنه لا مجال لانتخاب رئيس جديد دون ما سمه توافقا بين القوى السياسية الوضع في لبنان يشبه إلى حد ما أوضاع العراق حيث المحاصصة الطائفية والهيمنة الإيرانية عبر أذرعها وميليشياتها لتدخل البلاد عام 2023 في نفق الانسداد السياسي بعد انقضاء عام 2022 بدون رئيس عقب فشل المجلس النيابي على مدار عشر جلسات في اختيار شخصية تقود البلاد بينما تشير أصابع الاتهام إلى ميليشيا حزب الله بعرقلة حل الأزمة الفشل النيابي جاء على وقع حالة انقسام حاد بين الفرقاء السياسيين بين محور الثامن من آذار الذي تقوده ميليشيا حزب الله والمحور السيادي التغييري ومستقلين دون أن يتمكن أي معسكر منهما من التوصل لاتفاق على مرشح واحد التعثر الرئاسي انسحب على الاستحقاق الحكومي بعد الفشل في تشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات خلفا لحكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي والتي تقدمت باستقالتها في شهر أيار الماضي عقب انتخابات مجلس النواب الجديد والتي أدت إلى خسارة ميليشيا حزب الله هو حلفائها والتيار الوطني الحر الأغلبية النيابية بحصولهم على نحو 61 مقعدا من بين 128 يستمر الفراغ الرئاسي والانسداد السياسي في لبنان بانتظار التوافقة الخارجية فعلى ما يبدو فإن سيناريو لبنان يسير على خطى ما حدث في العراق قبل أشهر قليلا